أخذ فيسبوك أحد أفراد عائلتك في المنزل أو أحد أصدقائك ثم قم بالبحث عن الحساب الذي فقدته وتود أن تقوم باستعادته بعد أن يظهر لك البروفيل الخاص في الحساب الذي تود أن تقوم باستعادته كما تشاهد معي هنا ستقوم بالتوزع إلى هذه النقاط الموجودة في اليسار ثم ستقوم بالضغط على نسخ الرابط حتى يتم نسخ رابط هذا الحساب بعد ذلك أصدقائي سنقوم بالتوزع إلى متصفح جوجل كروم في الهاتف الخاص بنا ثم نقوم بالدخول إلى الصفحة الرسمية الخاصة بالفيسبوك وفي هذا المكان الأول سنقوم بلسق رابط ذلك الحساب الذي نود أن نقوم باستعادته بهذه الطريقة ثم سنقوم بالاحتفاظ بهذا الجزء فقط من ذلك الرابط وهو يسمى بالإيدي أو معرف الحساب الخاص بك والآن سنقوم بحذف الجزء الآخر من هذا الرابط سأقوم بالتعليم لكم أصدقائي على الجزء الذي ستقومون بحذفه قوم بحذف htpswww.facebook.com حتى علامة تساوي يعني هذا الجزء سنقوم بحذفه ونترك فقط الإيدي أو معرف الحساب وسهد اللقطة جيدا حتى لا تقوم بارتكاب أي خطأ هنا في كلمة سر قم بكتابة أي شيء ليس مهم ثم قم بالضغط على تسجيل الدخول هكذا سوف يقول لنا بأن كلمة سر غير صحيحة ستقوم بالتوجه والضغط على هل نسيت كلمة السر في الأسفل هنا ثم سيتم تحويلنا إلى هذه الصفحة هنا استقايدة استطعتم تذكر المعلومات الموجودة هنا يعني الإيميل أو رقم الهاتف فما عليك سوى أن تقوم بالضغط على زر التالي وسوف يرسل لك الفيسبوك رمز في ذلك البريد أو رقم الهاتف وسوف تستطيع أن تقوم بسعادة حسابك أما إذا لم تتذكر يعني الإيميل أو الرقم الموجود في هذا المكان فسوف تقوم بالتوجه إلى أسفل وتضغط على ألم يعود لديك صلاحية الوصول إلى هذه العناصر ثم سوف تظهر لك هذه الصفحة ستقوم بالتوجه والضغط على يتعثر عليه الوصول إلى بريدي الإلكتروني سوف يتم تحويلنا إلى هذه الواجهة هنا سنقوم بكتابة بريد إلكتروني جديد بمعنى لا تقوم بكتابة البريد الذي كان في الحساب الذي فقدته بل بريد جديد وشغال ثم تقوم بالضغط على زر متابعة وسوف يتواصل معك فريق الدعم الخاص بالفيسبوك في هذا البريد وسوف تستطيع أن تقوم بسعادة حسابك أما إذا لم تظهر معك هذه الصفحة فلا تقلقوا أستقائي فلدي طريقة تانية ستقوم بالتوجه إلى هذه الصفحة التي سوف تجد رابطها في وصف هذا الفيديو وأيضا في أول تعليق ثم سنقوم بملأ بعض المعلومات هنا في الاسم الكامل قم بكتابة الاسم الذي كان في الحساب الذي فقدته قم بكتابته بشكل صحيح هنا في البريد الإلكتروني إذا استطعت تذكر البريد الذي كان في الحساب الذي فقدته فهذا أمر جيد قم بكتابته في هذا المكان أما إذا لم تستطع تذكره ففقط قم بوضع LED أو معرف الحساب يعني كما شرحت لكم سابقا وهنا في هذا المكان قم بوضع بريد إلكتروني جديد حتى يتمكن فريق الدعم الخاص بالفيسبوك من التواصل معك في ذلك البريد ثم سوف يعطيك بعض الخطوات البسيطة كل ما عليك سوى أن تقوم باتباعها وسوف تستطيع أن تقوم باسترجاع هذا الحساب كان هذا كل شيء استقائي إذا وجهتكم أي مشكلة ففقط قموا بكتابتها في التعليقات وإذا استفدت من هذه الطريقة لا تبخل لي بالضغط على زر لايك وأيضا أن تقوم بالاشتراك في القناة وتفعل جرس الإشعارات وأراكم استقائي في فيديوهات وتطبيقات واشروحات قادمة إن شاء الله